علاقات مع البرلمان ناطق راسمي باسم الحكومة بدار الشباب بمدينة ألاق لقاء تحسيسيا ضم الوجهاء والفاعلين وممثل هيئات المجتمع المدني لحث المواطنين على الإقبال بكثافة على مراكز الاحصال لداريذ الطابع الانتخابي والتسجيل على اللائحة الانتخابية بانطلاقة هذا المهرجان الشعبي بمقاطعة ألاق عاصمة ولاية لبراكنا تبدأ اللقاءات التحسيسية الرامية إلى حث المواطنين على أهمية الإحصاء لداريذ الطابع الانتخابي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المينول الشيخ ألقى كلمة حياذها الحضورة من وجهاء ومنتخبين وأطر مستعرضان الانجازات التي تحققت على أرض الواقع خاصة المتعلقة منها بالبنى التحتية والخدمات الصحية المتطورة وتحديث الحالة المدنية وأحث الوزير سكان الولاية على التسجيل على اللائحة الانتخابية بغية تمكين المواطنين من التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقبلة تدخل مهمتنا اليوم وهي أحذكم على التسجيل في هذه اللوايح الانتخابية كما تفضل السيد الوالي عن الزرق والتصويت واجب وحق للمواطن واجب عليه اتجاه وطنه واتجاه أيضا مشاركته مصير وطنه ومشاركته برأيه في بناء هذا الوطن ومشاركته في من ينبغي ينبغي أن يتولى المسؤوليات المسؤوليات في هذا الوطن المسؤوليات لهذا الشعب لذلك ينبغي فعلا اعلن واجب علينا أن نبادروا لهذه اللوايح الانتخابية نسجلوا فيها ونحثوا الناس على التسجيل فيها إياك تعود عندنا لوايح صحيحة ومحينة أنتم تعرفون من اللوايح الماضية أنها كانت مليانة من الناس التي ماتت وفيها ثلاثة موجودة والناس التي سافرت وسكنت في الخارج وفيها ياسم الناس ملي محروم منها لأنه كان ما فيها تبلغ في ذلك الوقت وبلغ الآن وعاد من حق منه يزرق وكان والي ولاية البراكنة سيد عبد الرحمن المحفوظ الخطري قد أكد أهمية الإحصائي الإداري للطابع الانتخابي وضرورة يسهم الجميع في تعميم الحملة والتحسيس من أجل التسجيل على اللائحة الانتخابية وفي نهاية هذا الميرجان أفسح المجال للحضور فعبروا عن مساندتهم ودعمهم لحملة التحسيس بهمية الإحصائي شاكرين الدولة على ما قامت به من جهود تنموية واجتماعية ساهمت في تحسين ظروف المعيشية للمواطنين من مقاطعة ألاك يعقوب اللصوفي قناة الموريتانية